كما قد تحدثنا من قبل عن ما هو المتاق الوطن للتربية والتكوين وأخذنا كذلك فكرة عن ما هو الكتاب الأبيض في هذا الفيديو سوف نتحدث عن ما هو التقرير المجلس الأعلى للتعليم ما هو هذا التقرير الذي قد أتى في سنة 2008 كفكرة عامة لقد تم إصداره سنة 2008 في أربعة أجزاء كما يلي المجلد الأول إنجاح مدرسة للجميع المجلد الثاني التقرير التحليلي المجلد الثالث أطلس المنظومة الوطنية للتربية والتكوين المجلد الرابع هيئة ومهنة تدريس وقد عمد إلى رصد أهم الاختلالات التي تعيشها هذه المنظومة والتعثرات التي عرفتها عملية تنزيل ما تضمنه الميثاق الوطني للتربية والتكوين والكتاب الأبيض يعني بفكرة وبشكل عام ما يجب أن تعرفها وأن تفكروا فيه عندما تسمعوا تقرير المجلس الآن للتعليم الذي تم إصداره في سنة 2008 هو عبارة عن محاولة رصد الاختلالات التي تعيشها هذه المنظومة والتعثرات التي أعاقت تطبيق وتنزيل الميثاق الوطني للتربية والتكوين والكتاب الأبيض ترجمة نانسي قنقر